طيب نكمل محاضرة الـ Revision طبعاً إحنا خدنا الـ Shifting وعرفنا طبعاً أن أنا عندي ثلاثة Instructions للـ Shift اللي هي Shift-Left-Logical وShift-Right-Logical وShift-Right-Carismatic وعرفنا أن دول برضو في منهم Shift-Left-Logical-Variable وShift-Left-Shift-Right-Logical-Variable وShift-Right-Arismatic-Variable ده أنواع الـ Shift اللي عندي إما بعمل Shift وأقول إيه هي Amount of Shift وبالتالي ده بحدد أنا بشفت بـ 1-2-3 أو أن أنا بقول الـ 1-2-3 ده بحطه جوه Register فأنا بسمير Variable يعني أنا مثلاً لو عايزة أعمل الثلاثة دول اللي هم الـ Shift-Left-Logical أو كذا بحط في الآخر Shift-Amount قد يبدو أن في بداية الأمر الـ Shift-Left-Logical والـ Arismatic والحاجات دي كلها نيه حاجات Binary فأنا المفروض أن أنا أقول مثلاً أو أن أنا هعمل Shift بقوة معينة فأنا هخليني I-Type لأ أنت دلوقتي الـ R-Type كان له من ضمن الحاجات اللي موجودة فيه أن أنا عندي حاجة اسمها Shift-Amount تمام؟ اللي هي آخر خمسة دول دي Shift-Amount فأنت بتحط في المكان ده الـ Shift-Amount أنا بعيز أعمل Shift-Amount بـ 2 أو بعمل Shift-Amount بـ 2 أوكي؟ طيب في حالة وطبعاً ده بقول من اللي عايز أعمله Shift-A عايز أعمل Shift-S1 بـ 2 وحط الـ Result بتاعتي ده الـ 2N-Source وحطهم في الـ Destination اللي هو T أوكي؟ فطبعاً أنا كده عندي مثلاً هنا أربع خمسات أهو فالمفروض أنه ده Source 1 وهنا Source 2 وده Destination تمام؟ فأنا بحط Source 1 بـ 0 وبحط هنا Source 2 اللي هو S1 اللي هو ده حتى لو كان S7 سوري لو حتى ده كان S7 فأنا بحط عند الـ Source الثاني S7 يعني الحاجة اللي أنا بعملها Shift وـ Destination اللي هو التـ 0 أوكي؟ فده فكرة الـ Shift-Lift-Logical بنترجم إزاي؟ بحط هنا لو أنا أردت بحط 0 لو أنا بحط اللو كود بتاع الـ Shift-Lift-Logical كود بتاعها على حسب كده اللي يكون معايا وبحط هنا Shift-Amount ودول Source ودول وده Destination الـ Destination بتاعي T-Nood أحط هنا T-Nood الـ 2 Source دول أنا عندي هنا في المعادلة أو في Instruction Source 1 فبحط Source الأولاني بـ 0 والـ Source الثاني بنفس الحاجة اللي موجود لو كان S6 فأنا أحط أحط هنا S6 بالكود بتاع S6 يعني تمام ده زي فـ جنرال يعني 3 Instructions اللي يعتبر R-Type والـ variable بتاعهم برضو R-Type إزاي بقى يا الفكرة كلها ان انت معاك اتنين فالاتنين دي بدلا ما تحطها Exhibition كتاب في Instruction هتبدأ تقول ان انا سايفة بـ Register Shift Amount is stored in Register بعدين بقى أبدأ أقول ان انا عايز اعمل Shift Instruction الـ Register ده اعمله Shift بالـ Amount اللي موجودة هنا وحط الناتج هنا يعني بقى انا حطت الـ Amount فين في Register بس تل اختلاف وبرضو يعتبر ده التلاتة دول R type فالاتنين التلاتة برضو يعتبر R type بس في الحالة دي هيبقى Shift Amount عند الـ Camp 0 واحط اتنين Source معايا كده LogCode 0 واحط هنا مثلا Shift الـ Code بتاع Shift Lift Logical Parable والShift Amount هيبقى بـ 0 ويبقى عندي اتنين Source وواحد Destination الاتنين دول Source اللي هو مثلا عندي كان S0 S1 S1 S0 اللي هو ده احط Destination فين هو هنا TNode ده بس شكل Shift Amount ده شكل Shift Lift Variable Shift Lift Logical Variable وانواع كلها ان انا بحط Shift Amount بزيرو بس بحط Source بقيمة لكن هنا الصورس الاولاني بحط بزيرو وبحط بحط هنا Shift Amount ده باختصار فكرة Shift طيب خليني عايزة مثلا طبعا فكرة ان اتعاون مع Shift دي ان اعتقد ان هي ان شاء الله سهلة يعني مثلا باوض Shift Right لسينا نلتقى بلكده يعني Shift Right Logical للرجستر اللي اسمه A1 وعمله Shift بواحد وانا انتك وحطه في A0 فالA1 في A في كلام ده كله عايزة عمله Shift بواحد اشفت واحد لبين ولا شمال Shift Right Logical يعني Right فالله هيحصل ان انت البت دي انا هيجب من عند الRight بس الاول وهابدأ ابدأ من يعني اشفت واحد واحط هنا Zero وابدأ اكتب اكتب كل ال ال instruction عادي تمام طبعا ما سيب البيت الاخيرة لان انا اشفت فوابدأ اكتب سوري بابدأ اكتب كل النمبر البيت دي عادي اكي اه يعني بشفت بس دي بدل ما هي بدأ من هنا بخليها تبدأ من هنا يعني بتدخل جوه شوية يعني امام يعني بدل ما تبدأ اول الواحد هنا بخليها تبدأ من هنا كده طب ايان دولة اخرتها بيتي بحط بدل بيت اي حط ها Zero طب shift lift logical lift يعني بدل ما ابدأ ابص على البيت دي ايه هنا تمام وكمل البيت بتاعتي كلها وحطوها وهروح حطة هنا ايه هنا اتنين معلش ثواني انا دلوقتي بعمل shift باتنين ففيه اتنين في الاخر مش هينفعوا ايجوا معاي اه تمام فانا دلوقتي المفروض ان انا البيت هتبدأ من هنا طبعا وده هيبقى هيبقى حط صفر في الاول ولو انا بدأت من هنا فانا اكيد مش هنتي عند اخر بيت لان انا المكان مش اقضي هبدأ ااخد البيت دي كلها لغاية لما سيب اخر اتنين بيت تمام ده shift lift logical shift right رسمتك انك هتعمل نفس اللي بتعمله في shift right logical بس الفكرة كلها ان انت انا بعمل shift right رسمتك بخمسة خليني بعمل shift right logical بواحد البيت اللي انت هتلاقها فاضحة يعتبر جاية لك جديد دي هحطها بزير هنا shift right رسمتك بخمسة يعني في حاجة في الاول هنا تحط جديد هحط بدلهم واحد موجودة هنا ويحط لي الناتج هنا طبعا عندي A1 هي دي عندي T1 اللي هي دي دي A1 ودي T1 عايز عمل تي 1 فيها كان فيها ثلاثة خلص هنعمل shift ثلاثة فهلاقي ان البيت shift left logical يعني هبدأ من الشمال هجي دي هبدأ من هنا واسيب مين واسيب ثلاثة في الاول ثلاثة فالأول حطهم صفر ولا واحد حطهم صفر لان انا شفت left logical مش ارسماتي خلاص وبعدين اقرر البيت اللي عندي عادي وان هبدأ مسلا من هنا هبدأ من هنا يبقى هسيب ثلاثة في الاخر مش هنفع خدهم معاي فهتلاقي ان ان انت عندك البداية عندك 101 103 وحية تلاقي هنا النهاية كانت 103 وحية طبعا الكمنت ده بيقولك ان انت ما ينفعش تعمل shift 32 انت عمل shift 32 يعني هتحط 32 0 وبعدين تبدأ تتكير الرقم طبعا كده مش هيمف الرقم اصلا هتلاقي خلاص دي فكرة shift والفرق بينها وبين الحاجات تانية طبعا فكرة branching او الف statement او كده اتمنى انها تكون واضحة انا بس عايزة اعمل f f equal equal يبقى استخدم branch not equal وبستخدم branch not equal دي اي يعني انا بحط الcondition اللي بيخليني اخرج من اللو لو i equal equal j يعني انا مش نفي السطر ده وهبدأ اخرج برا للfunction او الف وابدأ نفي السطر اللي بعد وفي ايه لا يخلينا روح للسطر ده ندوقتي لو بيساوي هرنفس ده لو ما بيساويش هبدأ اخرج هنا فانا هبدأ اخرج هنا امتى لو ما بيساويش وبال branch not equal لو لقيت ال s 3 ما بيساويش ال s 4 روح لل l 1 اللي اللي بيساوي بعض زيادت هننفس للسطر ده اللي بيقول لي add g وال h وحطها في f add g وال h وحطها في f s 2 هنا اللي هي h هجمحها على s 1 اللي هي g وحط الناتج بتاعهم في s 0 اللي هو f تمام ده معنى الاستثمار طبعا واخدين بالنا ان السطر ده هيتنفس كده كده تنفس الكونش او ما اتحققاش سالفكرة كلها ان انا بقول ان انا ممكن اسكيب ال f خالص واروح هنا بحية لو الكونش ما اتحققاش بس السطر ده هيتحق على طول لان انا f مش f else طيب لو عايز اروح لل f else هلاقي ان انا برضو اول حاجة مثلا بقول ال f دلوقتي لو i بيساوي الج لو i بيساوي الج اعمل لي كس طيب لو ما بيساويش هروح لل else فانا اول حاجة بعملها ان انا لو ما بيساويش هروح لل else نفترض ان اللي بتاع ده اسمه else وانا كاد بحين else فانا بقول ايه لو لقيت ال s4 ما بيساويش ال s3 روح لل else ويبدأ ينافس سطر else طيب فده اللي انا فهمها ان هيحصل ايه لو ما بيساويش هاجي هنا تمام وهنا في السطر ده وبعدين هبدأ نفي السطر ده اللي هو لو لو بيساوي بعد المفوض ان انا هنفس السطر ده وما ينفعش لو ما بيساوي بعض فانا هاجي في الحتة بتاعت ان هم هيبدأ يساوي بعض عايز اجمع j مع h فهجمع s1 و s2 اتنين احطوهم في s0 وبعدين اعمل j done خليني افترض عدم موجود j done دلوقتي لو الاستثمان دي مش موجودة هتلاقي ان انت بعد ما بتجمع j مع h تبدأ تنزل على else تنفزها انا عايز اسكيب للسطر ده في حالة ان انا f else نعمل ايه هستعدم j done j done يعني لما تخلص الكوب بتاع f روح لل done يعني انا كده عملت اسكيب ل الكوب بتاع else تمام وده الاختلاف الوحيد لو تاخد بالك هنا الاختلاف الوحيد بين السطر ده والسطر الاب والكود الاب هو نفس branch unit equal add كذا وكذا هي add كذا وكذا وبعدين level sub وبعدين السطر ده ده لو انت عايز تعمل f else هي الجيدة اكيب طيب ده برضو practice اكتر في حالة ال لو انا عايز اعمل اقل من طبعنا كنا خدنا محضرة من الوحدة بس خليني اقول مثلا لو انا عايز احول ده ال assembly اعمل ايه اول حاجة بيقول ان ال v zero بيساوي ال a zero فانا هيجي اقول له ان لو سمحت add initialize register v zero خليها بتساوي a zero تمام بس طبعا عشان ال اخد ال register فهديها zero انا كده عملت v zero لو انا عايز اعمل comment هنا v zero عايز اعمل اللي اقل مين اعمل set less zero مين لل v وال zero اقل من zero انا مسايفة في v هل v zero اقل من zero ولا لا register الاسم zero وحط الناتج فين حتى مثلا في تي نود خليتها في تي نود ابدأ اتشك على تي نود طبعا ما بشوف طبعا هي zero ولا وان تحايت لو هي وان هدخل لنفذ السطر لو هي zero هخرج بس أنا في السطر ده فانا بقول نفسي branch branch equal يعني انا هبدأ انا نفذ السطر اللي هو addition ده في لو حلت ان الresult كان ب zero وقول branch equal ان لو t نود بيساوي zero ابدأ اروح لليه لللي بل واكتب هنا اللي هو ماشي وفي اللي هو ده انا طبعا عايز ان نفذ السطر ده يعني هعمل add لل v zero و v zero و zero واعمل add طبعا يعني مفهود في سطر تحت و لكن مش مشكلة اعمل add بجمع v zero مع v zero وحطها في v واحد وقول لحطها v 1 مام ده كده انا نفذ السطر ده اوكي طبعا انا ممكن نمسح ال اوكي حتى وقتين هذا انا نفذ السطر ده السطر ده كتبته الاقل من كتبته الاقل من كتبتها السطر ده كتبته عايز انا اقول ان لو اقل من هعز انا في السطر لو الازرق ده عايز هنفذو فاكتبه هنا لانا اقول لو ما تنفذ سروح هنا او لو هنفذ الفي كزا الفي دي بيقول لك ان v 0 بيساوي سالب v 0 لان اصلا الطرق بتاع الكود ده ان انا عايز اجيب الابسولوط بتاع رقم ابسولوط يعني اللي هو السالب اموجب وموجب اموجب فبشوف الرقم اقلم الصفر وده لا او لو اقلم فابطر ان انا خليه سالب عن طبعا طريقتين تخلي الرقم اللي ده خلي لو هو سالب عايز اخلي بقى موجب ام لو انا عندي رقم عايز اخلي سالب وعايز اخلي موجب انا عندي طريقتين اما اقول ان الرقم السالب اللي معادي اضربه في سالب واحد وساعتها الرقم ده هيكون بوسطف ياما الرقم اللي هو سالب اقول مثلا صفر ناقص الرقم السالب اللي عندي تمام فهيبقى صفر زائد وبالتالي الرقم هيبقى بوسطف تمام عندي اي حاجة انا اعمل ملتوليكيشن اما اعمل سبتراكشن اوكي دي اسمها ملتوليكيشن او ان انا اعمل سبتراكشن بس سبتراكشن الزيرو من الايه فممكن اعمل هنا صف مين ومين الزيرو اطرح منها الفي زيرو او الفي زيرو وحط الناتج في الفي زيرو يبقى الفي زيرو هعد لقمتها انها دايما هتبقى بوسطف بس ده ده الكود بتاع ده الاسمبل بتاع الكود ده تمام كده اتمنى يكون الدنيا واضح طيب لو عندي مسلا البرد هاي البرد دي موجودة برضو بس المراجعة يعني لو انا عايز اعمل ويل طبعا سيبنا من انا بعرف البرابل ماحتاج انا ماحتاج اعرف البرابل اسمه واحد ورابل زيرو الحاجة اللي انا مقارن بيها فاعرف الثلاثة دول اذي الباور اهو والزيرو والرقم اللي اقارن بي طيب عايز اعمل ويل فاعمل ويل جي ويل ماهي كلام ويل جي ويل طيب واعمل الكونديشن اللي بيخراج من الويل كيو بقى الكونديشن اللي بيخراج من الويل ان انا بقول لو الباور لا بيسويش ال 128 يعني الباور لو لا بيسويش ال 128 ادخل اعمل هنا طيب لو بيسوي فانا لازم اقول ان لو ده بيسوي ده هاخرو والبرانش اقوال الس zero مع الت zero يعني لو الباور بيسوي 128 طبعا الس zero دي الس zero دي اللي هي الباور انا عندي هنا الباور بشوفه اذا كان بيساوي الت zero ولا لا الت zero اللي هي 128 هل هو بيساوي 128 طبعا عشان بحكس الكوندشن فلو بيساويه باخره بعدين بقى قبل الجي وال بعمل الايه الانكريمنت انا بقريك الستركشر بتاع اي اي لوب بتعمل وال الجي وال الكوندشن اللي بيخرغني الانكريمنت تمام فعليني عشان ايه ما يبقى شيك تمام طيب الانكريمنت اللي هو انا كل مرة بزود ال اكس لان طبعا دي وايل فانا كل مرة يعني ايه اللي خلينا اتخل فيها تاني او ايه اللي خلينا اخرج منها لازم عشان ما اخش في انفينت لوب لازم ايبقى فيه انكريمنت فبقول لي خلي ال اكس بيساوي اكس بلاس 1 فالاكس انا ستفى في اس واحد يبقى الاس واحد اجمعها لي على واحد وبعدين حط الناتج في اس واحد على حسب ما هو ايه اللي عطول يعني تمام طيب يبقى انا برضو نفست السطر ده واللسه ما نفستش بقى السطر ده عايز اقول له ان انت كل مرة ترجع تخش جوان له بتعمل باور في اتنين وتحطها في الباور واكد طبعا فيه ده ممكن اعملها بالشفت ليفت لوجيكل ده عشان اعمله ممكن اعملها بالشفت ليفت لوجيكل مين بعمل شفت لوجيكل للباور بالسباب واحد الديان هنا اتنين معناها اتنين قص واحد اوكي وبقول له شفت ليفت لوجيكل بالواحد بس يبين اللي عمله شفت الباور والباور مستيبه في اس زيرو فبقول له اس زيرو وده اللي شفت بواحد ويحط الناتج في اس واحد لانه بقول لي بيستوي الباور اوكي ده ده الويل لازم تقول لي ويل جي ويل او لوب جي و لوب اي حاجة ويل جي ويل برانش اكوال او برانش اكوال النط اكوال ممتق تقولي الكونديشن اللي بيخرجني بعدين تعمللي الانكريمنت وبعدين تكتب كل جوة الحاجة اللي بتاع اللي جوة الو دي زيها بقى برضو بتاعة الاف او الافور ام 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 مَا بيساويش العشرة يبقى اللي يخراجني ان يلو يساوي عشرة بقول ان لو ولسinaçãoü ب bearsoe' бás lever 10 ان الاي بيساوي 10 تقصة ههو عمال لان او ان او ان اخير فمن اللق تمام ؟ والانكرمه انتوقا اييه؟ بيقولك الايdec والأيب لسون يعني الاي اللي بتساوي اسجير though اعمل لها ايوايك ايدي اس زيرو وواحد وابعا دام حواته نظري الي persons اكبر الس pertama إيه اللي هيحصل جوه هجمع حاجة على حاجة هجمع الصم مع i وحطي ناتج في صم طبعا الصم دي اللي هي الـ S0 فهو آد S الصم تعاني في S1 فعندي آد S1 يعني أنا عايزة أخد الناتج تحطي في S1 وهجمع مين على مين الـ S1 والـ i والـ i هنا في الـ S0 فهجمع الـ S0 مع الـ S1 وحطي الناتج في S1 دي باختصار الفور اللي موجودان طيب لو عايزين نتعامل مع الـ R-A فلازم بقى نركز عشان فيه ناس بطلق بطر عني يعني هو المفروض ان احنا لو قهمناها مش هنحتاج ان احنا كل شوية نراجع على الـ R-A هو مبدئيا أنا دلوقتي أنا معاي memory والـ memory دي بسيب الـ R-A الأولاني عند الـ index ونفرض مثلا 10 فهتيجي الـ index اللي بعده مثلا هنا الـ R-A F0 تمام index رقم 14 أنا ببدأ أسيل بالـ EF1 سبب مما يعني؟ سبب مما هو ان الـ MIPSE يعتبر باية أدلس وممموري يعني هو بيحول الأدلس اللي هو 32 بدلا ما يبقى 32 ويتشاف كده كله مرة واحدة؟ لا بيحول انه يبقى كده يعني هي قرى كل تمانية مع بعض ثمانية, ثمانية ثمانية ثانين ثمانية ثمنين ثمانية 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 ثمانية، أرى كده Stefan 4 Looksaters 32 ده اللي بتanovأ أدلس 17 مهما ان انفعملتوو999 وبعدين تخش على 2충 surprised من أفضرهم ك編 ماذا يفضرهم كده؟ لا Youtuber يفردهم كده. تمام؟ وبعدين يبدأ يخش على الادرس التاني اللي هو هيفرده برضو هيبقى اربعات او او بايت ادرسة بالميموري وهكزا تمام? وده اسمه الادرس التاني اللي هو مثلا بقى طبعا ده لما ده عشر ده احداشر اتناشر تتاشر هيبقى ده اربعتاشر. خلاص? فالسؤال هل انا محتاج كل مرة اتعامل مع الري? اشرح اللي انا شرحته? المفوض ان شرحته مرة واحدة بس طيب. عايزة بقى السؤال. لو انا جاي عايزة اجيب ال او الف عشر. او ال او الف عشر او ال او الف تلاتين او ال اون الرول هنا ان انا اللي اجيبه اللي اربعتاشر دي ان انا ان انا عارف ان ده اسمه اف زيرو ده اسمه اف وان خلاص خليني مثلا اقول لك او في اتنين انت لوحدك هتقول ان الاف اتنين دي موجودة في اندكس اسمه 18 انا عايز اعرف ان الاف اتنين دي جات من ايه عشان بس اجنرال اعمل او اعمل رول جنرال بحيث ان لو جال او في اكس او في اي او في خمسين فانا اجيبها ازاي ما بدلتش بعد ان انا اعد فالا اف زيرو بتساوي الا اف الاس ادرس طبعا انت معاك زيرو فمش معنى كده ان انت لازم تروح عند الادرس اللي هو اسمه زيرو لا انا بروح عند الادرس اسمه عشرة فا ايه اللي انا بعمله ده بقول ايه اف باس ادرس يعني الزيرو ده هيتحول لكل الحاجات دي باس ادرس زائد الزيرو مضروب في الاربع تمام لو فرضنا ان البيز ادرس تفاع عشرة تبع عشرة زي ما هو واضح هنا فعشرة زائد صفة فاربعة تبقى عشرة اوكي فيبقى انا باوكي اني بقول روح للادرس اللي اسمه عشرة اوكي واحد فياربعة واربعة وزائد عشرة يدين كام ادين 14 ادريس ادريس اه سوري ما عليش احنا خلاص قلنا عشرة زائد اتنين في اثنين اثنين فاربعة اثنين فاربعة كان بتماني زائد عشر بتمنتاشر وهاكسب فلو انا عايز اجيب الاي الاي اف اي هتبيق بتسوي ايه عايز اجيب الادريس 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 بتاع اي اف اي هيسوي ايه هيساوي البيز ادرس بس مجموعة عليها الاي مضروبة في الاربعة ده لو انت عايز تجيب الادرس بتاع الحاجة طيب يعني ايه بقى مش فهمها دلوقتي انا طبعا اتمنى طبعا انا اكون فهمت السطور دي فعشان بس مسحة انا دلوقتي عايزة اجيب جيف مرة قال لي حاجة زي كده مثلا الاي وف تمانية تمام قال لي هات الاي وف تمانية فانا عايزة انافز السطر ده تمام فاول حاجة بعملها ان انا بضرب التمانية في اربعة صح كده من هو بضرب الاي او الاندكس اللي موجود في اربعة بقول shift lift logical للاي طبعا تشوف انت الاي مسبب فيه ماشي . الاي واتنين لاني طبعا إنا بشوف اتنين كنت ضربته فاربعة وبحط ناتج지 let COMMANDımı ut give it in the code ماشي ماشي . انا كده اشفيتها في كامله شفيتها وجبتلك ضرب ده عايزة ا يجمع بقى اجمع ال�� ادرس على اللي انا جبته على تي سيرو وبقول hadi شوف انت حاط البيض ادرس فين انا طبعا عايز اجمعه مع البيض ادرس البيض ادرس افرض مثلا تحطه في اي حاجة اعملولي وحطي الناتج مثلا في تي واحدة يبقى دي حاجة ده بس عشان تجيب الادرس بعدين عايز اعمل لود وورد لود وورد يعني عايزة بقى اجيب ال اوف تمانية انا كنت جبت الادرس الجديد عايزة اجيب بقى ال اوف تمانية امان تالما انا اقول تقريب بقى الري من سف المموري فعنا عشان يجيب حاجة موجودة في المموري فاعمل لود وورد بقول له لود وورد يعني هاتل حاجة من مموري وحطها لي سيف تي ثلاثة امام الحاجة دي هجيبها منين هجيبها اللي من تي واحد صح انا عاربت خلاص الادرس الجديد طيب هل الفرمات ده اقول تي واحد ولا اقول آآ تي واحد جوه كوس وحط هنا زيرو بحط هنا حاجة يعني بحيس ان القفس ده ده يجمع على ده يديدي الادرس النهائي اللي هو T1 لأدين T1 تمام؟ فعايش التعامل مع أريل لازم تعمل تاتخطاتهم حاجة ان انت بتستعامل مع آآ مش يسمه واحد أو اتنين أو تلاتة لا اسمه I تمام؟ او دي جنرال طريقة عشان تعامل مع أريل لازم تعمل شيف تليف تلوجك البتنين بس بتعمل الشيبط اللوجيكا اللي تنلي مين للإندكس وبعدين الناتج اللي طلع لك هتعمله آد مع البيز أدرس وبعدين الريزلت أوف الأدشن اللي هو الأدرس النهائي هو ده اللي هتعمله لود منه ده إزاي يتعامل معه هتلاقي هنا مثلا يعني خليني مثلا أشوف حلها مثلا تحت هنا مثلا دي الجنرال رول هو هنا قال لك إيه طب ما أنا ممكن أجيب البيز أدرس وقامل 32 اللي هو اللي هو الأربعة يعني الآيف أربعة دي الآيف أربعة أحطها هنا آيف أربعة أحطها هنا أنا عند الـ OF8 صح؟ طبعا دلوقتي إحنا بنتكلم على طريقتين للحل خليني بس أمسح الكلام ده تمام؟ عايزي جيب الـ OF8 فأنا عندي إما أعمل لود وورد والحاجات دي تمام؟ بس عمتا دي الجنرال طريقة لو أنت تتعامل مع فور وتتعامل مع فونكشن وهكذا يبقى لازم إيه؟ تعمل shift وتبعا أنت كان في أدهم تمام؟ أو ممكن أقول إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ بتدرب الـ I4 طب أنت في الآخر يعني ضربت الـ I4 بكي؟ الآي بـ 8 تمام؟ ضربتها بـ 4 بـ 32 خلاص يبقى أنا أقول لك لود وورد 32 والـ base address اللي هو مثلا كان مستيبه في S0 أنا بالمثال بتاع مستيبه هنا في S0 في خلاق S0 وحطي للنتج مثلا في T1 خلاص يبقى أنا ممكن أعملها في سطر واحد ولكن أعمل أعمل الدربة دي الدربة دي أكتبه برا أوكي؟ يعني الميزة دي بتفترض الطريقة دي بتفترض أن أنت عطول عندك الـ index اسمه 8 2 3 4 رقم explicit رقم واضح لكن لو حصل وديك الرقم مش واضح طب سعيدا مش عينفع بقى تقول له أنا عايز أحط هنا الـ i في 4 بقى ما أنت مش عارف لأ بتعمله على جنب وبعدين ترجع تحط إيه في الطريقة دي اللي هو بضرب وبعدين بجمع والنتج بيبقى اسمه T1 هول T1 والمكان دي يبقى زيور كي؟ طيب ده إزاي بتعامل مع القريق عندي إما أعمل كده أعمل ثلاثة Instructions زي إما أعمل One Instructions والحالة دي دي في الطريقة الجنرال لو أنت معاك الـ index بتاعك جوا فورو لوب جوا فانكشن أو بتاع أو لو أو لو أنت معاك R-OF1 R-OF2 رقم واضح عندك فسعيدة ممكن تعمله كده عادي طبعا ده معناه أنت ضربت لإيه index 04 طيب خليني أحل بالطريقة اللي هي واضحة عندي هنا دي هو عايز A-OF8 وأنا عارفة أن 8 في 4 واثنين وثلاثين فاعمل load word لـ 32 والباس أدرس هو الباس أدرس بسيب في S3 تمام والـ H من سيب في S2 فأنا عملت load للحاجة دي كلها وطلعت لي مثلا في T0 سيبت في T0 فمعادي T0 وأدي الـ H اللي هي في S2 هجمحهم على بعض خلاص فأنا هعمل add لحظة بس كده واحدة هنهعمل add T0 مع الـ S2 أوكي وأحط النتيج يا سيدي في T0 بس أنا كنت عايزة أحط النتيج في 12 في واحدة بس واحدة أنا كده عارفت أن النتيجة تستميش المال ومحضور في T0 وعايز تعمل عايزة store word يعني عايزة أبدأ الرقم اللي جايلي أحطه في الـ R هتحطه في أنه اندكس 12 في 4 تمام شوف يا سيدي 12 في 4 كام والنفرد مثلا 48 بقى أعمل store word 48 وحطيلي في مين حطيلي في T0 النتج الجامعة تمام كده ده لو أنا عايزة أعملها بشكل سريع given أن أنا عارفة أن ده اسمه EF1 وده EF2 ده EF8 وده EF12 عارف بصراحة يعني لكن أنه مش جوه for loop لو جوه for loop هتعمل بطريقة طيب أعمل أعمل هنا بقول لي دي معناه إيه؟ كانت أن تعمل كومنت على جنبي يعني 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 مثلا add S1 و S2 و S3 ده معناه نتج متاحهم في S1 فS2 S3 بساوي S1 add A يعني S3 هجمع عليها أربعة ونحط نتج متاح في S3 و S3 و S3 و S3 يعني S2 ناقص S3 بساوي S1 ولود وورد يعني أنا عايزة جيب AF 100 بقى ولا AF لا المية دي هاسمه على الأربعة زي ما أنا كنت هناك بيكون معايا AF25 بروح دربة 25 فاربعا دين الحاجة اللي هحطها هنا ببورد الحاجة اللي هحطها هنا عندك على طول اللي يبقى معايا المية دي هحولها AF4 طبعا يا الستمين دي معناها أن أنا عندي AF حاجة لود وورد يعني هاتلي الحاجة اللي موجودة هنا نحطها لي في S1 فالمكان ده اسمه ايه؟ اسمه AF25 على أساس طبعا الستو هو البيز أدرس فأنا جبت AF25 وحصلت في S1 فمعايا ال S1 بيساوي AF25 انت عايز ايه بقى؟ عايزة AF25 أسجلها جوه ال S1 تمام؟ فستور وورد لا أنا عايزة الست S1 أحطها جوه الميموري جوه الاندكس ده تمام؟ فأنا هقول له بس طبعا هنا هو ايه اللي S2 اكي؟ انا هقول له الري الف اللي هو ال S2 زائد ال 25 بتساوي ال S1 طبعا هو يباني ان فيه فيه لغبطة ولكن هو لو انت فهمت اللي احنا عملناها قبل كده انت مجرد هتعكسه اكي؟ يعني انا هيا مثلا ده 48 و S3 تمام؟ فالمفروض ده في الاخر معناه AF12 وشوف انت ايه اللي وصلك لل 48 فال 48 اسمته طيب والمفروض انت كنت بتعمل بتجمع ده على ده عشان تجيب AF12 صح؟ يعني انت مش بتجيب انت مش بتقول AF4 تضربه في اربعة بس انت بعد ما تضربه في اربعة بتجمعها على ال S3 خلاص؟ فبقى معاك ال هنا ال S2 اللي هو هنا S2 جمعها مع ال 25 وبعدين ايه؟ هيبقى انت كده معاك ال ايه الميمورو في الحاجة دي بتساوي ال S1 تمام؟ طيب لود وورد ده مثال لو قال لي مثلا عايزة AF300 يبقى اكيد هقوله لود وورد أف 300 فاربعة لألف ومتين لود وورد ألف ومتين والبيد ادرس لو تي واحد فيبقى ألف ومتين والتي واحد وانتك هحطه في ال ايه؟ في ال T نود بعدين هجمع T نود مع ال H اللي هو مثلا T نود مع ال S2 وانتك هحطه في T كذا بعدين الناتك ده كله اللي هو مثلا T نود عايزة حطه عايزة حطه جوه AF300 طبعا AF300 دي الف ومتين فهقول الف ومتين و هجمع ده على ده هيدين الميموري الجديدة عايزة حط فيها عايزة حط فيها الناتك الجامع اللي هو من في T واحد T zero فهيبقى T zero طبعا آآ ده هنا بس بيحول وطبعا احنا عملنا الحاجة زي كده قبل كده آآ طبعا آآ هيحصل ايه لو انا كنت عايزة اجمع الالمنس الموجودة في القرية عندك طريقتين يا اما تبقى عارف اللينس بتاعك اللي هو أربعة آآ عندك طريقتين اللي هي طريقة ستاتيك خليني اشوف مثلا طريقة ستاتيك وطريقة آآ ان انا اعمل اعمل سميشن بلوك آآ انا لو عارفة الالمنت بتاعتي فيها كام القرية فيه كام الالمنت وعارفة ان الالمنت دي مثلا اثنين ثلاثة اربعة ساعتها ممكن افرده كده اقول ان انا عايز اجمع ايه وف واحد و ايه وف اثنين وثلاثة و اربعة او اثنين وثلاثة و اعايز اجمعها وحطهم فرده سهلة فانا هنشوف اروح جايبة مثلا ال ايه وف زيرو اللي هو الودورد اه اه افرد مثلا ال ايه البيز ادرس كان موجود في الاس زيرو كمام؟ فانا هقول له الاس زيرو وهاجمع عليها الزيرو فاربعة اللي هي زيرو كمام؟ وحطها مثلا في التينود وبعدين هالودورد هايز اهالود حاجة وحطها في التي واحد مثلا هامل هالود لمين للايه وف واحد والواحد دي اللي هي واحد فاربعة للايه فاربعة وهنا البيز ادرس اللي هي الاس زيرو طيب الود اللي بعد كده الودورد اللي هي اه افردس احطها في الناتج في تيت اه اتنين وعالود ايه هالود الايه وف اتنين الاثنين دي هدربها فاربعة تبقى ثمانية وهاجمعها على البيز ادرس اللي هو اس زيرو وهكذا بطلب مخلص يعني فرد بعد كده اعمل الودورد ال ايه وف ثلاثة اللي هو اه ثلاثة فاربعة باتناشر معي اتناشر ودي الاس زيرو وهنا ال اه بحطها مثلا في تيت ثلاثة اكي انا بعد كده عايز اجمع لي عايز اجمع الناتج بتاع ده وده وده الاربعة اكي عايز اجمع التي زيرو والتي ما نفعش طبعا اجمع غير اتنين مع بعض فانا اجمع التي سري مع التي تو اه اد مثلا احسن احسن عايز ااجمع مثلا التي زيرو التي زيرو اجمعها مع التي واحد احط الناتج مثلا في التيزيو اه خلاص انا خلصت من التي zero فانا احطه في اي حاجة جمعت دول مع بعض طالو علي التي زيرو اعايز اجمع التي زيرو مع الحاجة التانية اللي هبسميها ا اما انا خلصت من دول جمة دول عايز اجمع ده بقى فهجمع لت اتنين فهقوله اجمع لت زيرو مع لت اتنين وحط لي الناتج مثلا في ت زيرو برضو عادي مش مشكلة عندي كلها حاجات ايه يعني حاجات تنبوري جماع تنة ده عايز اجمع ده كمان لان عايز اجمع اربعة فده التالت يبقى اجمع لت زيرو مع الاس تلاتة تلاتة معلش وحطي الناتج في الت زيرو خلاص دي اللي هو مين عايز اعمل ات طبعا عملت ات عايز اعمل ايه بعد كده عايز احط الناتج في الرزل طبعا خلاص يعني خلنا افترض ان الرزل دي هل تينوت ماشي مفيش مشكلة ده ايه ده لو انا عايز اجمع الاليمنت الموجودة في الري بشكل استاتيك بحيث ان انا عارفة الصائد في الري بلاس ان الصائز ده صغير اقدر ان انا افرده في جود طيب لو انا عايز اعمل حاجة زي كده طبعا يعني والموضوع يعني خوف شوي بس مش مشكلة خلنا واحدة واحدة لو انا عايز اعمل عايز اعمل سام بيش الالمت الموجودة في الري وانا عارف ان هم خمسة بس انا عايز اطبعا مش عايز اعملها بالطريقة اللي فاتت دي فالله احسن ان انا طبعا ابدأ اعرف بتحتي واعرف الخمسة دي فاقول مثلا طبعا انا هكتب بسرعة add i وصفر وصفر وخمسة اعرف ثلاثة فريبولز واحط مثلا ده في يعني براحتي مثلا ممكن ممكن اسميه زي ما هو عامل احطه في زيرو خليه مثلا نقول اس زيرو اس زيرو اس واحد اس اثنين تمام اه انا هحط رزلت هنا يعني طبعا ده المتاع ده ده add i add i وده ريجستر الاسم الزيرو وهنا نفس الفكرة بتاعت ريجستر الزيرو اكي ده صفر وده زيرو كده اعملت هنا شلاز اعمل ايه اعمل وال وبشكل ما اعمل j y بس انا 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 حافظ مش فيه انا انا مش مش حافظ يعني انا بحاول اعمل الحاجات الفورمات بتاع ال 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 تمام كده طيب اه بعمل بعد كده ال اللي بخرجنا برا ال ال اللي هو ايه اول set less than set less than بقارن ت zero بالاي بالخمسة الخمسة اللي هي في اس 2 بقى قارن ال 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 الاس 2 بقارنها من الاول الاول اللي تي zero فاشوف تي نوت ده اقل من ال 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 ونتجة حطه مثلا خلينا نقول تي 2 عشان لو في لغبطة ولا حاجة تمام تي 2 طبعا التي 2 ممكن يبص zero ممكن يبقى وان الحاجة اللي تخلينا خروج برا اللوب انه هيكون one انه هيكون zero وال branch اقوال خروج لبر اللوب لو التي 2 مالها تساوي zero اوكي وروح لل وال وال ده هيبقى موجود فين هيبقى موجود هنا بعدين هكتب هنا الحاجة اللي بت 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 الكريمنت اللوب اللي هي التي بلاس بلاس يعني التي اقوال تي بلاس one او بقول التي التي نود وone والنتج بتاع هتبقى تي نود طبعا دي اسمها add او في الجزء ده في الجزء ده هبدأ اكتب السطر ده تمام الجزء اللي هو هنا ده اللي ما بين الbranch equal وما بين ال add عايزة اكتب اقول ان انا عايزة حط ال a of zero بتسيبش هارف ايه يعني جمعلي كل شوية المنت الحالي معاكس طيب التي نود بفرض ان التي نود دي هي الاي اللي نفهمنا عليها معايا اي 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 كل مرة عندي اي اي قلنا هنعمل اي اول حاجة بضرب اي فاربعة بعمل shift lift logical ال d zero هاضربها في اربعة سوري معلش احنا بنيعمل shift logical باثنين shift lift logical باثنين وبعدين الناديج هحطه مثلا خليها دايما نقول t2 انا هنا خلصنا t2 هلا t2 t3 مش مشكلة هلا t3 مسايا فانا كده جبت ال i4 عايزة بقى اجمعها ال bd فبعمل add عايزة اجمع اي عايزة اجمع ال 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 الناتج shift او الناتج شوري الدرب اه في ال bd ادرس فانا بقول t3 اجمع هالي مع ال bd ادرس t3 اجمع هالي مع ال bd ادرس فبعند انا مش حك هل انا موضح ال bd ادرس متسيب مثلا في s5 خلاص فانا اجمع ال t3 مع s5 واحط احط الناتج في t4 فانا جمعت كده ال bd مع ال if4 ده الادرس الجديد اعمل بقى ld الادرس الجديد اللي هو t4 وزيرو وحط للناتج ونفرض مثلا اي حاجة بقى اي حاجة ممكن تقرب او خلها t5 عادي نشو مش كده سيف للناتج في t5 الوقت ال a of 0 ما احطوطها في t5 اوكي عايزة اجمعها بقى على الاد مفروض يعني معلش انا هكتب سطر هنا زيادة يعني المكان ما كفاش او ممكن اخليه كف عادي يعني ممكن مسلا اعمل كده عشان بس في ناس بتتخبط لما يمسح حاجات كنت عاملة هنا مش فكرة كنت عايزة اجمع ايه بعد ما عملت ضرب عايزة اجمع bz5 مثلا عايزة اجمعها مع التسري الديني الت 4 ده الادرس الجديد فانا عايزة اعمل لودورد الزيرو مع الت 4 دي عايزة اجيب المكان اللي فيها احطه في مثلا قولنا ت 5 عايزة اوكي بعدين عايزة بقى اجمع النتج اللي قبت ده اجمع على v0 ال v0 هي اسمها v0 ال v0 كما تسيبها في s0 انا عايزة اجمع ال v0 او ال s0 اجمعها مع النتج كما معي s0 عايزة اجمعها مع v5 والنتج احطه في اي حاجة يعني خليه مثلا ما هو بقولي بساوي v0 بساوي بل اسمها add عايزة اجمع حاجتين مع بعض واحط النتج في v0 يعني احط النتج في s0 تمام بس ده ده الكود ان انا عندي كود وما فيش مكان فكتبته هنا واللي جوه ده هو الحاجة اللي تعامل جوه ال y باضافة طبعا لل increment اللي هنا ده باختصار مثال على ازاي يتعامل مع ال elements اللي في ال array او ازاي بطريقة dynamic طبعا يعني ده مثال تاني لل arrays طيب عشان يتعامل مع ال array اتمنى طبعا يكون الصورة وضحت لو انا خلاص تمام خليني مثلا افتقد ان ال registers اللي عندي ما مديني حاجات كتيرة بس الرسمة دي هتوضح لي هو بيقول ايه بالظبط وانت معاك المي 32 بس ال S7 شايل ال P0 او ال P0 وال S6 شايل ال P0 بتاع ال R اسمه A وال S2 شايل H وال S1 شايل G وال S0 شايل ال F وطبعا ال F بخمسة وثلاثة وA4 الحاجات دي يعني عند الميموري في مكان محجوز ال R الاسمه B ومكان تاني محجوز ال R الاسم 0 بصرف نظر طبعا انه دولة من فوق لتحت بس مش مشكلة فهنا ال A0 A12 عامل 100 وانلا فرد يعني هو مديني ارقام انا 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 بشرح ثلاثة و B0 مثلا ونفرض 400 400 400 48 وهاكاسب او ال 400 دي مثيفة هنا وال 100 دي مثيفة انا او دولة عايز B وف واحد اجمع عليها ال H و G و ناقص وابعدين نحطها ال F طبعا انا مجرد بس اول ما بصت كده بلاقي ناقص G يعني هو عايز يقول ان ال H ناقص G عشان بس احنا الموضوع يعني ملوش موضوع مش كبير يعني مينس G زايد H يعني H زايد B واحد انا دلوقتي عايز اجيب ال element اللي جوه B واحد فلازم اعط اعمل نفس الحاجة اللي بعملها في الواحد دي بضرب اف اربعة بعمل shift lift logical وف اربعة اعنا بضرب في اتنين بضرب في الواحد shift lift logical طبعا انا دلوقتي عن B واحد فانا مش لازم اعمل فكرة shift lift logical ممكن على طول اروح ايلى ال base address في اي يعني طبعا انا قلت فيه طريقتين الطريقة اللي shift lift logical و add و كده دي لو I لو R عندي of I متغير يعني لكن لو عندك هو صريح ايه لك F1 ممكن تقول لي ال base address بتاع B cam متصايف S7 فانا عندي S7 base address اجمع لي عليه ايه لانا انا قلت الواحد في اربعة يبقى اجمع لي عليها اربعة حط لي الناتج في اي مكان واننفرض مثلا في T0 ده اللود وورد التي نود اجمعها لي مع ال H هنا متسبب في S2 اجمعها لي مع S2 وحطي الناتج والنفرض مثلا في S3 او خليها في D0 طيب وبعدين انا عايزة هو هنا يعني ال B1 كانت مجموعة على T1 كانت مجموعة على H ده H زائد اوكي عندي ده مجموعة على ده خلاص والناتج بتاعهم هيبقى minus G اوكي فلو فرضنا الناتج T0 هيبقى minus G يعني معايا T0 تمام عايزة اطرح منها G G اللي هي متسابة في S1 فأدي S1 عايزة ترحب وهحط الناتج مثلا في هو اللي حط الناتج في H في F اللي هي S0 فأدي S0 اسمها صب ثلاثة دول هم ثلاثة دول اوكي ان انا اعتبر ان B1 دي رقم عادي عارفة بسرعة فمجرد بس لو انا معايا الربع مية هاتم عليها اربعة فيبقى ده اكيد الB1 فالS7 زائد اربعة اللي هي جات من واحد في اربعة وبعدين هحط الاتج ثلاثة نوت واكمل الجامعة والطرح تمام ده مثال يعني طب خلينا بقى روح لمثال اتقل شوية لو قل هات للB F G زائد واحد وكل ده الA F النتج طيب اللي بيقف G يعني بيقف حاجة متغيرة اوكي فانا طبعا هنا الواحد درست كده الجي متسايفة في S1 ملص فانا معايا دلوقتي S1 ده يعتبر I اول حاجة المتغيرة هعمل لها ايه اول حاجة بنقول ان I تدير اربعة I تدير اربعة بعدين اجمعها على تمام I هنا دلوقتي هالجي والجي متسايفة في S1 او في S1 فانا هعمل shift lift logical لل S1 يعني دربة في S1 هدربة في 4 الياف 2 والنتج هحطه في TNود فانا عملت shift lift logical اللي عايز اعمل add وبعدين عمل load تمام دول التلاتة لو انا عند الاندكس متغير هاد الناتج على base address طبعا هو المفروض انه هو موضح base address بتاع B متسايف فين بجمع TZ مع base address S7 واحط مثلا الناتج جمع في T1 ده أدرس الجديد هجمع address الجديد 0 يبقى ينخص مع address الجديد واعمل load word من address الجديد وحط في T T2 تمام طيب أنا كده جبت B of G أعمل عليها ايه عايز أجمع عليها واحد أعمل add i الناتج حطته في T2 فهجمع T2 هجمع عليها واحد وحط الناتج مثلا في T3 أنا جبت B of G زائد A واحد ايه اللي حاصل ده اللي معايا ده اللي هو T3 يعتبر الاندكس بتاع الايه معايا T3 ده رقم بما بالإندكس فأنا هعمل ايه في T3 هعمل لها shift lift logical عمل لها ايه ده عمل لها load word تمام عادي كأننا عايز عمل ايه في حاجة فالT3 هعمل لها shift lift logical 2 حطها في T4 هعمل لها add مع add address بتاع الايه اللي هو ال S6 وحط النتج في حاجة وبعدين load word ال address الجديد اللي هو ده وهحط معايا 0 وبعدين احط النتج في S0 اللي هو F طبعا مثال جميل يعني الصراحة طيب ده ازاي بتعامل مع ال R اتعامل مع ال function بقى احنا لو عايزين نفتكر بتعامل ال function انت بيكون عندك main function بتنادي function جواه ونفرض اسمها symbol وبتيجي انت هنا بتنفذ ال function اسمها symbol فإن اللي بيحصل انت بتعمل jump and link symbol تمام وتروح للايه الوكود بتاعدي وتخلص الحاجة اللي فيها بعدين تركع لمين لاخر سطر كان عندك يعني لازم بتعمل jump and link symbol وطبعا symbol دي اسم function يعني فطبعا ممكن تعمل اي function فjump and link symbol وبعد ما اتخلص تعمل jump register ال r a انا رجعلي لو سمحت ال return address اللي انا كنت فيه اللي هو instruction اللي بعد jump and link ده ببساطة التعامل مع ال function زياد طبعا لو حاصل وتعاملنا مع فطبعا ال factorial دي موضوع كبير بس نحاول ان احنا نتعامل معي طيب لو انا مسلا افرض ان فيه عندي main function بنادة ال function اسمها فاكتوريال فانا في المين فيه عندي jump and link jump and link fact فيه main هنا ايه وفيه اقوات تحت وانا هنا جيت في fact اللي اسمه فاكت عايز ايه اروح له طبعا انا كنت عرفت ال اسمه ال argument الاول اللي اسمه n عرفت يعني طيب فانا جيت هنا على function عايز ننفيز طبعا ال function يعني انا هنا جيت هنا لازم على طول تحت jump register jump register ال re يعني ذا ما فيش كلاء يعني هاجف مرة هارجع هنا اوكي دا بيوديني الشام بده داخلنا على function وال jump register دا دا بيخليني اخرج برا اللي من المتش بتاع function خلصت يعني طبعا ما ننساش اعمل هنا جيت done عشان عشان تنعني ان ادخل على function تاني انا فزا تاني وانا انا عايزة بس امسح حاجة عشان ايه في حاجات مش واضحة خليني امسح مثلا دي او طيب مفيش مشكلة فانا عندي jump and link هلات ما اروح للفاكت وانا جوه function بعمل jump register r a عشان ارجع تاني للفاكتشن برجع للسطر اللي بعد الفاكت على طول وبعدين بعد ما بخلص بروح عاملة jump جدا اللي هو هنا عشان بيمنعني ان انا ادخل على function هنفز ها كمان مرة خلاص جنب and link بيدخل الفاكتشن جنب register بيخرج مرة function جدا بيمنعني ان انا ده كمان مرة ده بس مبدئيا عايز اعمل ايه هلاحظ ان انا عندي variable i وفاكت ومش عارف ايه فها عايز اعرف variables d طيب طبعا هنا في for loop return وموضوع طيب خليني بس واحدة بس الاول اعرف variables اللي عندي i انا ممكن اخليها كمانت كده واخليها على جنب ان ال i انا حطتها في مسلا s0 اكي ايه ال s0 و ال f حطتها ال f احط فيها واحد احط فيها واحد طبعا ان انا حط يعني ان ال i في s0 انا عايز اقول ان ال i بn اقول a add عايز اخلي ال s0 بn او ال n دي اعتبر ال argoment بتاعتي اوكي 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 le s0 لو سمحت اا 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 مالش اجمع لي l 0 مع l o f0 سوري الريجستر اللي اسمه A 0 حط ده على ده وحط الناتج في ال S0 اللي هو ال I تمام كده أنا عرفت ال I بإيه وعايز عرف ال F بإيه فأبقول add I خليت ال I ال F بواحد طبعا ال F فرد مثلا تحطها في S2 S1 فأنا هجمع على ال S1 واحد تمام سوري ممكن أعمل الريجستر اللي اسمه 0 وحطه في ال S1 تمام فأنا كده عرفت ال S1 خلطت فأف ايه بتاعي واحد واجه هنا قبل ما خلص بعمل سوري أنا كده عرفت بس الحاجات هعمل ايه هعمل فورلوب وبعد ما بعمل فورلوب برتيرن تمام فالفرتيرن دي سطر هيتكتب هنا لازم ضروري نفتكر إيحنا نكتبه بس طبعا أنا عايز أقول ان مش عارفة هحطه فيه ايه أنا عارفة ان أنا حط في ال V0 بس ال V0 مش عارفة هجبها من ايه فخلينا بس واحدة واحدة أو أننا مثلا ممكن أقول ريتيرن F يعني الرجستر اللي اسمه 0 حطهولي والF عندي بS1 والS1 حطها لي في ال V0 اللي هو ال V0 ده أنا كده خليت ال RETERN اتحط عايز أعمل عايز أعمل فورلوب طبعا أنا مش هكتب الكود كله بس هكتب فور جي فور نعم يعني أن أنا عايز أبدأ أخش جوه الفور طيب إيه اللي جوه الفور طبعا فيه جوه في الحتة دي كده وهنا الحتة دي كده الحاجات اللي جوه الفور طيب إيه اللي اننا أول حاجة بعمل سيتلس زان لو ال I أكبر من الزيرو ده معنى الزيرو يقل من الزيرو صح فالزيرو لو سيتلس زان سيتلس زان الزيرو طبعا ريجستر اسمه 0 والI اللي هو S0 شوف مين فيهم أقل من الثاني وعملتي نود ما ربش تينود ستونتو لا أغضلاتي بس خاجة يقول تينود فأنا هخرج بره الحاجة يعني هخرج بره اللوب وهاجة عند الحتة دي اللي هي بعد الجي جي فور لو حصل ويه الكندوشن ما تحققش ف يعني برانش إقوال الزيرو فهقول له برانش برانش إقوال الثيرو مع الزيرو وروح للليبل اللي مثلا أو خليها ليبل أجي هنا في الحتة اللي بعد الجي فور أكتب كلمة ليبل أن أنا ممكن أخرج من اللوب فأجي عن الحتة دي اللي هي بتقول لي بس يعني دي ريتر طيب إيه بقى اللي هيكتب جوة الفور لوب إن أنا بقول الاف بيساوي الاف في القول يعني أنا أعمل ملتب لكيش أجي هنا أكتب السطر ده جوة أنا طبعا أنا بفترض إن لو في حاجات إحنا عارفينها مش شرط إن أنا أكتبها قوي يعني أنا أعرف الـ دي تمام كمام إن أنا أعرف الجنب والجنب دون والجنب ريجستر ده تمام دخلت جوة فمحتاج أعمل فور فطبيعي الفور جي فور وكون ديش ومتطلعني برأة الفور والإنكريمينت صح كده الإنكريمينت ده اللي هو الإي إقوال إي منس وان الإي طبعا مسابب S0 فهعمل الصب S0 والS0 والواحد والإيش ما فيش صب I فنسميها add I add I والسالب واحد يعني أنا عايزة أخليها تبقى minus 1 فور نعمل كده أنا مش عارفة من أول فين مش قول ممكن ممكن ده كل ده نكتبه في مكان تاني خلاص بس أعمل حاجة أبقى عارفة إن أنا عندي بعرف الباريولز بروح من الفور بروح من الفونكشن وارجع لها هاجف مرة أعمل الريتير عايزة أعمل بقى الفور الفور بقى بتقول لك إيه تقول لك طبعا أنا كنت عرفت الباريول ده أنا عايزة كارن بعمل state للزان من من الزيرو كارن الزيرو من الآي اللي هو الS0 وهحط النتج مثلا في T0 وأبدأ كارن T0 لو كانت بزيرو هاخرق برا لوب نعمل برانش إيقوال لو دي بتتميسح يريد طيب برانش إيقوال T0 والزيرو والليو يعني أنا هاخرق برا الفور لو إيه لو كونيش ده ما تحققش طب لو تحقق محتاج تعمل إيه محتاجة أعمل حاجتين أول حاجة أضرب وبعدين أعمل مينوس خلينا أضرب عايزة الف في الجي أعمل مالت تمام الف في الجي الف في الاس دي اللي هو الاس 0 في الاس واحد عندنا قلت مالت الاس 0 والاس 1 طبعا لو فرضنا إن الحاجة طلعها 32 نعمل موف فروم لو الناتج خلينا أحطه في اس 2 ده الناتج في اس 2 هو عايز يحط الناتج الضرب في الف فهنا أحط الناتج الضرب في إيه في الاس 1 يبقى موف روم لو اس 1 حط حطي الناتج في اس 1 ده 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 الضرب طب الانكريمنت لازم أكتبها جوه الفور بعمل آآ add i ال i فين الاس 0 add i الاس 0 والاس 0 و minus 1 minus 1 اللي هو ايه أنا عايز أقول in the i equal the i minus 1 أوكي طيب ده الانكريمنت أنا كده عملت الفور دي كلها المفهود أن أنا بعد ما أخلص الفور آآ بعد ما أخلص الفور دي كلها أبدأ أعمل return يعني أقول اللي الناتج بتاعي هو الـ الجديدة بعد الضرب بعد ما دخلت الفور كذا مر أوكي فأنا عندي الجزء سوري الجزء ده هو ده سوري كي طيب خلاص بعد ما أخلص الآد i وبعمل الفور لوب كذا مرة بعمل return اللي هي دي حط لي فيها الـ S1 اللي هو الـ F return هو F ده 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 طبعا أتمنى أننا مع الحل ده في حاجة تكون واضحة وطبعا أعتقد أن المحاضرة تكون طويلة بس مش مشكلة أتكلم طبعا عن الحاجات دي كلها زي حول من assembly machine ومن high level assembly والعكس والbranching سواء كان if of else والفرق بينهم في الجدن بس وزي لو note equal معناها branch equal والequal equal معناها branch equal الشكل العام لأي فرق زي تعامل مع array وزي تعامل مع index سواء كان بشكل static أو بشكل dynamic لو معي if1 بعملها ازاي ولو if i بعملها ازاي لو عايزة عمل صماشا لل array لو عايزة أجيب ال indices بالطريقة دي كان مثال كويس جدا الصراحة ودي مثال الفاكتوريان طبعا ده اللي ايه اللي تابل يعني نتمنى يكون معنا أثناء الكورس الم شكرا